الخبير القانوني الأستاذة فرنس الخزعلي أهلاً ومرحباً بك ضيفة عزيزة يعني البعض يتساءل يقول بعيداً عن الجنبة السياسية نتحدث عن سلطة القرن هناك يعني الجنبة القانونية البعض يقول دائماً ما تكون هناك حلقة مفقودة في قضايا الفساد هل هذا يعني وجود خلال بالقوانين المتبعاً بالتنفيذ مثلاً؟ نعم شكراً لقدرتك تحية لمشاهدكم الكرام بخصوص السؤال الشائع بين أوساط الشارع الإعراقي هل الخلل في القانون أم في التطبيق؟ بالتأكيد أؤكد لكم الخلل هو في من ينفذ القانون وليس الخلل في التشريعات النافذة حيث أن التشريعات النافذة هي واضحة وصريحة وقاطعة وجازمة ولو طبقت بحذافيرها لما وصلنا إلى هذا الموصل والدليل على ذلك أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع هو شرع منذ عام 2011 ولو حققنا أن هذا القانون منذ 2011 هو في حيز التنفيذ وهذه الجريمة أو هذا الفساد في الهيئة العامة للضرائب والمساس بالأمانات الضريبية حدث منذ سنة أو سنتين أو بالزائد ثلاث سنوات كانت هيئة النزاهة أين دورها الرقابي في هيئة الضرائب كيف مررت شركات وهمية غير مسجلة في تسجيل الشركات واستطاعت الوصول إلى هذه الأموال علما أن هيئة النزاهة الاتحادية ضمن مهامها الرئيسية والأساسية ليست مكافحة الفساد فقط وإنما الوقاية من الفساد فالوقاية خير من العلاج يا سيدي والتالي تضع تساؤلات كثيرة وكبيرة حول كل الوزارات والأجهزة وخصوصا هيئة النزاهة باعتبارها جهة مستقلة عن الحكومة وتتمثع باستقلال مالي وإداري وهي خاضعة في عملها لرقابة مجلس النوع جميل تابعت معنا هذا التطور وما أشار إليه رئيس هيئة النزاهة القضي حيدر حنون هناك البعض توقف عند قضية التكفيل الأسماء المتهمة وتكفيلها قانونيا هنا كيف يقرأ؟ هل هو من صالح المتهم نفسه؟ أم من صالح مثلا القضية لكشف المزيد من الخيوط؟ سيد الكريم الكفالة هي خاضعة للسلطة التقديرية للسيد قاضي التحقيق المختص بنظر الدعوة الكفالة هي ليست قرار بالتبرئة وليست قرار بالإدانة طالما أن قاضي التحقيق يرى أن المكفل هو ذو عنوان معلوم ولا يخشى من هروبه بالتالي تقرر المحكمة إطلاق سراحه بكفالة ضامنة وبالتالي أنه يعفيه فقط من التوقيف طالما أن القضية تحت التحقيق وصولا إلى إحالتها للمحكمة المختصة سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات لكن في هذه الحالة بالتأكيد ستكون الإحالة لمحكمة جنايات الفساد المتخصصة بمكافحة الفساد لكن من ناحية أخرى هناك ملاحظة صغيرة على السيد القاضي حيدر حنون حاليا هو رئيس هيئة النزاهة ذكر أن الحكم سيكون مشددا بخصوص أحد المتهمين وذكر اسمه وهذا مستغرب في الوسط القانوني وهذا ما أحاول أن الوصول إليه يعني كيف يمكن التكفيل على شخص يتم الحديث على أنه هناك تأكيد على محاكمته مسبقا وكأنه الجريمة هي متهم بها بسبق الإسراريلي والترسل ليست لأي علاقة مع هذا المتهم لا من قريب ولا من بعيد لكنني في طور الدفاع عن القوانين وفي طور تقويم التصريحات الإعلامية القانونية أستغرب صدور تصريح ضد متهم يفترض أنه وفق القانون هو بريء حتى تثبت إدانته ولا تثبت الإدانة من رئيس هيئة النزاهة وإنما يجب أن تكون الإدانة صادرة من محكمة متخصصة ويكتسب القرار الصادر منها الدرجة القطعية وفق القانون كي يقال عنه أنه مدان وبالتالي صدور هذه التصريحات الإعلامية بحق متهم هو شبه مصادرة للأحكام القضائية وقد يشكل ضغطا على المحكمة أمام الشارع العراقي وخصوصا أن واحدة من أهم مهام هيئة النزاهة هو تعزيز الثقة بين الشعب العراقي وبين الحكومة العراقية في إجراءاتها في مكافحة الفساد وفي إجراءاتها في حفظ المال العام وبالتالي أعتقد أن هذا التصريح لم يكن موفقا ولم يكن دقيقا من الناحية القانونية بل كان ملامسا لمشاعر من يحبون أن يسمعوا بعقوبة أحد المتهمين بالفساد لكننا نصر على تطبيق القانون بحذافيره كي يضمن العدالة في تطبيق القوانين للجميع وإن كانوا متهمين في قضايا كبيرة وقضايا طرحت على وسائل الإعلام فالإعلام يجب أن يأخذ دوره الطبيعي لا أن يضغط على السلطة القضائية المستقلة برأيها والتي يجب أن تصدر أحكامها وفقا لقناعات وأدلة ملموسة وواقعية في القضايا لكننا نتحدث عن مال عام يعني مال للعراقيين يعني هذا المال مثلا بحسب التقارير جزء منه مهرب خارج البلاد من يتحمل هذه المسؤولية تسرب هذه الأموال إلى الخارج ونحن لدينا متهمين يعني تم إلقاء القبض عليهم لدينا متهمين آخرين يعني أيضا الحديث يدور على أنه لم يتم استرداد الأموال منهم كاملا كيف يعني يفهم هذا الموضوع سيد الكريم من يتحمل مسؤولية خروج الأموال من بلدنا هي الحكومة بالدرجة الأولى باعتبارها هي المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور العراقي وثانيا تتحملها هيئة النزاهة باعتبارها هي المسؤولة عن استرداد الأموال والمتهمين ولديها دائرة متخصصة في هيئة النزاهة تدار بواسطة مدير عام وتخضع لرئيس هيئة النزاهة وهي دائرة الاسترداد وكذلك هي مسؤولية مرتبطة بالسلطة القبائية باعتبار أن عمل هيئة النزاهة هو خاضع لسلطة قاضي التحقيق المتخصص وبالتالي الجميع هم مسؤولون حول هذه الأموال وحول تطبيق آليات النزاهة والشفافية ومنذ 2011 وهو تاريخ صدور قانون هيئة النزاهة إلى الآن مع وجود كل هذه الدوائر ومع وجود كل هذه القوانين لكننا كشعب نتفاجأ بين الحين والآخر بوجود جراء فساد كبيرة وصادمة للشعب العراقي أما من بغداد الخبير القانوني الأستاذ فراس الخزعلي شكرا جزيلا لك